تابعة الحال الخبر الأهم اللي شاغل العالم كله ومتابعة طبعا تدعياته وتأثيراته المختلفة هي الأزمة الروسية الأوكرانية وتطورات كتيرة طبعا ودول بتفرد عقوبات واجتماعات برضو لأخذ مواقف تجاه روسيا ومحاولات لحل هذه الأزمة ديبلوماسيا عن طريق التفاوض لكن خلونا بقى في تأثيرات هذه الأزمة تحديدا بقى على الشق الاقتصادي وعلى سلاسل الإمداد وطبعا سيكوننا نتكلم على روسيا وعلى أوكرانيا فموضوع الأمح بكل تأكيد هو الشغل الشاغل خاصة للدول اللي بتعتمت بشكل كبير على استيراد الأمح من روسيا أو من أوكرانيا وهنا خلونا نتكلم بشكل مباشر عن مصر وبطبيعة الحال برضو الدولة بتحاول إنها تأمن نفسها وتأمن احتياجات المواطنين عشان ما يحصلش أي أزمة حصان كمان إن احنا تخلينا على شهر رمضان وكل سنة وحدكم طيبين بكل تأكيد عشان كده النهاردة الرئيس عمل اجتماع مهم جدا مع رئيس الوزراء ومع وزير التموين ومع رئيس الهيئة الهندسية كان عنوان الاجتماع هو متابعة طبعا تأثير هذه الأزمة وإزاي إن احنا نأمن نفسنا الحمد لله يا رب عندنا مخزون استراتيجي يعني يتعدى سنوات سابقة بتكلم في ست شهور وتمان شهور لكن كمان إنه لازم يكون المخزون ده مستمر ومرأبة الأسعار كمان وخاصة السلع الأساسية اللي موجودة على بطاقة التموين واللي الدولة بتدعمها الرئيس النهاردة كمان اتكلم على الصوامع الخاصة بتخزين الأمح وقال إن احنا عايزين يعني نشتغل عليها ونستكمل مراحلها المختلفة علشان كمان تستوعب الحجم الاستيعابي والتخزيني للأقماع فيها على كل أحوال معنا تقرير من خلاله هنفهم أكتر تفاصيل عن اللي دار النهاردة في هذا الاجتماع وإزاي الدولة المصرية بتأمن احتياجاتها في الظرف طبعا اللي بيواجهه العالم كله اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارات الداخلية ولواء أركان حارب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استراد موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك وقد قام السيد وزير التموين بعرض موقف المغزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة خاصة القمحة والأرزة والسكر والزيت واللحمة والدواجن مؤكدا على عدم يوجود أي مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المغزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط خمسة شهور مؤكدا أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المفزول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلالي الاستراتيجية والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصة القمحة أضاف المتحدث الرسمي أنه تم في هذا الإطار استعراض المغزون الاستراتيجي المتوفري للدولة من مختلف السلع الأساسية حيث أوضح وزير التموين أن المغزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى أربعة شهور أخذا فالاعتبار أن موسم الإنتاج المحلي سيبدأ في شهر أبريل القادم والمستهدف هو الوصول إلى أربعة مليون طن وتم تحديد سعر توريد الأردب بثمانمائة وعشرة جنيهات بزيادة مقدروها مئة جنيه عن العام الماضي وبالتالي تمتلك الدولة احتياطيا يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والساعة التغزينية وتعاقدات التوريد الجديدة وبالنسبة للسكر فهناك احتياطي استراتيجي لمدة حوالي أربعة ونصف شهر علما بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي يصبح الانتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة بنسبة تسعين بالمئة أما عن الزيت فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي لمدة خمسة ونصف شهر مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المغزون وبالنسبة للأرز فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه وتمتلك وزارة التموين احتياطيا استراتيجيا يصل لمدة ستة ونصف شهر كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يصل لمدة سلاسة شهور كما تم استعراض متوفر من اللحوم الطازجة والدواج حيث تصل نسبة الاحتياطي في كل منهما إلى حوالي سمانية ونصف شهر وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية خاصة المدرجة منها على بطاقة التموين والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن كما وجه سيادته في ذات السياق باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية لزيادة الحجم الاستعابي والتخزيني لها أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر الرمضان المبارك حيث تم استعراض ما سيتم من افتتاح المعرض الرئيسي أهلا رمضان في أرض المعرض في المدة من الرابع والعشرين من مارس وحتى الثاني من أبريل ومن المقرر في إطاره كذلك أن يتم افتتاحه 160 شادرا بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية ومشاركة 2500 فر من سلاسل شركات توريد الأغذية المحلية بالإضافة إلى طرح منتجات أهلا رمضان في 500 فر من مشروع جمعيتي والتبع لوزارة التموين وكذا الدفع بعدد 200 قافلة متحركة تشمل توزيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن وقد وجه السيد الرئيس بضرورة توفير كافة السلع في جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين والتنصيق مع كافة المحافظات والغرف التجارية لإقابة التجهيزات والبنية الأساسية للمعرض الغذائية مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة اشتركوا في القناة